هلو هلو يا حلوات شوانكم مش اخباركم ان شاء الله يا رب الكل بخير اليوم سويت لكم ميكياج خليجي عربي كل سموكي كل ثرابيات ان شاء الله يا رب تحبوه وتستمتعون بالفيديو استخدمت اول علبة من هدى بيوت اسمها هايز خليت هذا اللون اول شي البراوني الفاتح ووزعته على كامل الجفن بفرشة فلافي وعريضة وخفيفة مثل ما تشوفون تدريجيا ووزعته لحد معاملية الجفن كله بعدين اخرت هذا اللون الخاكي من نفس العلبة اول شي خليت استخدمت فرشة صغيرة وكثيفة بعدين حسيت انه داي طبق لان شوية هذا التكشرا ماتك كلش معقدة يراد لفرشة تكون نفس اللي استخدمتها قبله هي نفسها بالضبط استخدمتها وخليتها بهاي الطريقة ووزعته وبديت ازوج شوي شوي لحد ما وصل للون اللي اريده قاني يعني اذا عدتكم من هاي العلبة ما انصح تستخدمون وياها فرشة كثيفة لانه اللون يطبع فلازم فرشة خفيفة هيتش مثلي اللي دا استخدمها تكون فلافي مدمفشة اخذت حسا هذا اللون اللي هو البني غامق كلش اللي صر اللون مايل على القهواء هيتشي ورسمت بي الكأكريس مثل ما تشوفون فرشة كلش رفيعة هيتشي ووزعته بشكل كلش خفيف وبديت ازوج شوي شوي مثل ما قلت هاي العلبة ما عرف ليش من استخدم بويها فرشة صغيرة او ناعمة او كثيفة يظل يطبع فبهاي الفرشة خذت شوي شوي هي همي نهايتها تكون كلش شعراتها خفيفة وفلافي وظلت ازوج شوي شوي بخفة ايدي لحد ما وصلت اللون اللي اريده لانا عندها سوي اللون انتقالي حتى بعدين ارسم عليه الكأكريس وهنا رح استخدمت هاي العلبة توفي براون من هودا بيوتي همينا واخذت هذا اللون الاصفر رح اخليه بس على البداية الجفن يعني جوه الحاجب تقريبا بس يجيب مجرد تمويه انو اضيف حركة انتقالية يجيب فوق البراون اللي خليته اول شي من العلبة الثانية وهنا رح ارسم كسرة الجفن فرشة تكون فلات وتكون نهاية او بداية الشعيرات نهاية الشعيرات تكون شكل دائري ومثل ما تشوفون الكأكريس ما اجر خط مرة واحدة لا اظل اطبع خط بصف خط حتى يجي خط عادل بدون ما يصير تكتلات وبدون ما اخرب الضلال اللي خليته لحد ما اوصل الشكل اللي اني اريده وما ناخذ كمية كبيرة من الكونسيلر كمية كل شي صغيرة وبعدين نزود عليها حتى شنو اذا صار اي غلط نقدر نصحها وهم حتى ليصير تكتلات او خطوط كبيرة بهاي الطريقة لحد ما اوصل للنهاية هسا تقولون انتجرين خط عادي لاني النهاية ما بيها هواية ضلال وهنا انا هسا اعبي كل الجفن او اعبي الجفن المتحرك كله وبعدين ادمجه ياما فرشة تكون نظيفة وفلافي او ادمجه باصبعي اني افضل ادمجه باصبعي حتى اتأكد تماما انه الكونسيلر صار كله طبقة وحدة وما بي اي خطوط وهسا راح ارجع من نفس الشي بس ابدي بالعكس اول شي استخدمت هذا اللون البني الغامق وراح اسوي بيه كأنما ايلينر ده ارسم وراح اسحبه عادي مثل ايلينر بس بشكل مدموج راح ابدي ادمج 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 مثل ما سويت بالبداية بس ده ابدي بالعكس عمبلشت اول شي بالبني وبعدين راح اضيف الخاكي وبعدين راح اضيف البني الفاتح اللي هو ماي للبرتقاري مثل ما بتتشوفون ده اسوي هنانا شكل ايلينر وهنانا هي شي ده اسحبه بالضبط مثل ما بتتشوفون هاي النتيجة اللي انا اريدها وانانا طبعا اذا هتلاحظوا يعني غلطت خليت لون البني قبل ما اخلي الخاكي بس بعدين رجعت تلاحقت الموضوع ورجعت خليت الخاكي فوقها بس لا تقولوا اللي حتقلسو كأنما خال الخاكي وهس راح اضيف اللون الاصفر على اخر اخر لاين بالجفن المتحرك ومثل ما بتتشوفون الالوان كلها صارت انتقالية وكلها يعني على شكل امبري وبس تقريبا خلصت الرسمة مع العين بالاي شادو وهس راح نبدي انصحح الالوان وانصحح شكو اخطاء صارت هنا انا عندي اللون البني طوخته وبعدين رجعتها ريجيا نضفت نفس الالوان حتى تأكد تماما انو الالوان ما داخلها ببعض او ما متخربطة بها الطريقة وهس خليت هذا الكحل الكحل اللي خليتها من الميبيلين بس ما اتذكر اي تسمى ماستر لاينر هي تشي اهم عبيت بي الجفن الفوق والجفن الجوة وهو هذا نفس اللي استخدمته ما استخدمت اي اي لاينر اخر بها الطريقة ظليت ادمج ادمج بي وبعدين بالفرشة دمشته واي الاي شادو وهناها مرجعت شوية صححت الالوان لانو حسيتها ما كانت مرتبة اكثر وهنا انا رح انظف الايلينر اللي الايلينر سويته سموكي فطبيعي يكون مخربط او هوسه مباثر فبالكونسيلر نظفت الخط اللي المفروض يكون ما الايلينر بهاي الطريقة وبعدين دمشته بالسفنجة وهنا هذا الايلينر طبعا هذا الايلينر اللي دائما استخدمه هو اسمه لاش لاينر من كات فوندي واللي متابعيني زين ويعرفون يعرفون يعني اكثر شي استخدم هذا الايلينر للجفن او لخط الرموش لان هو اشوف اكثر شي مناسب للعين ويسوي تحسس ولا شي وانا طبعا خربطت بس غلست عليكم وقطعت اللقطة بعدين نظفتها بالكونسيلر ورجعت سويتها مرتل لغة وانا هذا القليتر اللي خليته هو من شي قلام بس يجي اضافة حركة لان حسيت انه كلش دومانش دارك فيحتاج شوية اضاءة او جسوالب وطبعا المسكارة اللي استخدمتها مع الهودا بيوتي وبس ها هي وهذا اللوك النهائي اتمنى حبيته واستفاديته منه واستمتعت به لا تنسون اللايك والاشتراك لدعم القناة وتابعوني على الانستجرام رح اضيفها بالدسكريبشن وانشاء الله شوفكم في الف الف خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر